نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان الرحمن يقول أهل بداع بيننا وبينكم الجنائز هناك أسئلة عن الصور التصوير في الحفلات وفي غيرها أأصل للتصوير أنه محرم هذا هو الأصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنى النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة ولعنى مصورين أهل بخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعدبون يوم القيامة ويقال له محيو ما خلقتون إلى غير ذلك ما جاء في الحديث فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير والمجسم مجمع عليه ما له ظل هذا بالإجماع قد تنزع العلماء فيما ظل له تصوري في القرطاس والخراق وأشبه ذلك والجمهور على تحريم ذلك أيضا بعمول أحاديث ودلالة على المنع وهذا هو الصواب الآن الحديث عاما لكن يستدى من ذلك ما تدعو الغرورة إليه كتصوير المجسمين لمحاربتهم ومطراتتهم حتى يحال بينه وبين الأذى المسلمين وهكذا ما تدعو الضرورة إليه من جهة تصليم تصوير ما يكون من الأمراض حاصة والتي يريد أطباء يعني هوها في بعض الموتى وكذلك ما يتعلق بصورة الإنسان إذا طلب إلى طائب التابعية أو خرمه من الدراسة إلا بصورة للضرورات والحاجات التي تشبه الإقراع فإذا كان لا يعطى تابعية حيات نخوص أو شهادة علمية إلا بصورة فهذا يعتبر من الإقراع أو من باب الضرورة وقد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف بما يتعلق بالصور في جل هذا التلفاز التي تنقل فيه الصور الصور المحاضرات والندوات ومنذ أن أتحرج من ذلك ولا أرضى بمجود ذلك وقت ألقاء المحاضرة ثم بذالي أن أخذ ذلك للمصلحات العامة لمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في بصورة للتلفاز أنها يعم ناقوها أكثر في ذلك أجاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية وحاجة فردية وكيف بالحاجات التي يعم ناقوها والمصار التي يعم ناقوها هذا مما هو عندي عدم التشتيج منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم ناقوها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه هذا هو وجه على المنع في هذا وعدم توقف عن وللمسلة مجال آخر من جهة المنع لكن أقرب عندي الآن ولأظهر عندي أن ما كان يتعلق مصلحة العالم أعظم وأكبر ثم يتعلق مصلحة الفردية في تابعيتهم ونحوها نسأل الله لجميع التوفيق نعم